وعلى هذا نقول ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمية ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمية القسم الأول أن يكون من جنس الأرض فهذا يتيمم عليه مثل التراب والرمل والصخر والرخام والبلاط وجدار الإسمنت وجدار الطين إلى خيره هذه الأشياء كلها من جنس الأرض يصح أنتيمم عليها حتى نص المالكي قال أن يتيمم على صخرة مغسولة صح ذلك لأنها من الصعيد القسم الثاني أن يكون ما يتيمم عليه ليس من الصعيد فهنا نشترط أن يكون عليه تراب لكي يكون التيمم على التراب الذي هو من الصعيد وعلى هذا إذا تيمم على هذه الطاولة هنا نشترط أن يكون هناك غبار أو تيمم على هذا الفورش نشترط أن يكون هناك غبار أو تيمم على هذا الطلع نشترط أن يكون هناك غبار لكن لو كان إجدار من الإسمنت أو إجدار من الرخام أو إجدار من البلاط أو البلاط أو الرخام أو نحو ذلك أو الطين فهذه كلها أو الجس هذه كلها من جنس الأرض أو الجبس كل هذه من جنس الأرض يصح حتى يمم عليها